بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا صوم بلا صلاة تضيع للوقت، هذه حقيقة أيها الأحبة إياك أن تظن أن الصوم بلا صلاة يوصلك إلى الله أنت في مرحلة خطرة جدا أخي الحبيب، إذا كنت لا تصلي، انتبه لأنني سأعرض عليك حقائق من القرآن الكريم، ستجعلك تغير رأيك لأن موضوع الصلاة حقيقة موضوع خطير جدا قد ينتهي بصاحبه من يغفل عن الصلاة ينتهي به في حفرة من حفر جهنم ولا ياذب الله أول شيء أنا أدعوك لكي تتأمل هذه الآية الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذن هنا لم تتحدث الآية عن إنسان ترك الصلاة بل غفل عنها يعني ينسى وقت ويصلي وقت يؤخر وقت وقد ينسى بعض البعض ويصلي بعض الأوقات هذا سهو أو نسيان لم تصل به إلى مرحلة ترك الصلاة نهائيا مرحلة ترك الصلاة أو إضاعة الصلاة مرحلة أخطر بكثير ولكن هنا أنا أتساءل ما هو الويل؟ ما هو الويل؟ في أحد التفاسير يقال بأن الويل هو واد في جهنم إذا رميت فيه الحجر سبعين سنة لا يصل إلى قعره يتهاوى مدة سبعين سنة ولا يصل إلى قعر هذا الوادي طيب هذا الوادي أعده الله لمن يغفل عن الصلاة طيب كيف بمن يترك الصلاة؟ إذن نحن الآن تجاوزنا مرحلة تضيع الوقت أو هل الصيام مقبول أو غير مقبول؟ أو هل الصيام صحيح أو غير صحيح؟ لا أنت هنا في مرحلة خطرة جداً وبخاصة أن هناك واد في جهنم أيضاً اسمه السقر أعده الله لمن غفل عن الصلاة ما سلككم في سقر؟ أول شيء ماذا قالوا؟ لم نكوا من المصلين أول جريمة يرتكبها الإنسان تجعله يدخل ويسلك هذا الوادي الضيق الذي يهوي به في نار جهنم وادي اسمه سقر أو مكان اسمه سقر أو منطقة ضيقة اسمها سقر بغض النظر عن المعاني والتسميات ولكن في نار جهنم هذا المصير من هو؟ قال لم نكوا من المصلين طيب آية ثالثة أنا طبعاً لا أود أن أخيف ولكن أنا أتحدث عن حقائق عن وقائع عن مصير ستجده أمامك أنا لا أريد أن أخدعك أنا أريد أخي الحبيب أن أنبهك لشيء ستراه يقيناً كما تراني الآن في سورة مريم قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف يعني تحدث الله عن الأنبياء سيدنا آدم ونوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وهؤلاء الأنبياء الكرام قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وغياً أيضاً هو العذاب الشديد في جهنم أو هو مكان في جهنم اسمه الغي والعياذ بالله يعني انظروا كم كم مكان أعده الله لمن يضيع الصلاة أو يترك الصلاة أو يغفل عن الصلاة إذن قضية الصلاة أخي الحبيب هي قضية مصير ليست قضية أن أنني أصلي أو لا أصلي أو كذا لا قضية مصير مصيرك بالكامل لأن الإنسان كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أول شيء يحاسب عنه المرء ما هو أول ما يحاسب عنه الإنسان أو المرء أو الرجل الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله إذن أنت الآن تصوم تريد أن تتقرب إلى الله لأن الله عز وجل جعل الصيام عبادة يجزي عليها بنفسه سبحانه وتعالى ولكن هذا الصائم يستخف بأمر الله وأقيم الصلاة يستخف بتحذير الله الذي حذرنا من خطورة ترك الصلاة اليوم الإنسان الذي يستخف بقانون المرور فقط يمشي أو يسير باتجاه عكس السير كل الناس يرفضون هذا السلوك ويقولون هذا متهور وهذا كذا وهذا كذا وقد يتسبب في حوادث وكوارث طيب كيف بمن يخالف قانون الله عز وجل وأقيم الصلاة كيف بمن يخالف هذه الآية الكريمة أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر فكأن تركك للصلاة يعني اتباعك للشهوات سبحان الله معادلة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كأن الصلاة هي صمام أمان أخي الحبيب الصلاة هي صمام أمان بينك وبين اتباع الشهوات وبين الباطل وبين جهنم هي جدار منيع يقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى لذلك نحن عندما نصوم الآن يجب أن تتخذ هذا الشهر مناسبة لكي تلتزم بالصلاة يجب أن تقطع عهدا بينك وبين الله في الخفاء لا أحد يسمعك في ليلة من ليالي رمضان وأنت تقول يا رب عاهد الله قل يا رب أنا لن أترك صلاة أبدا ما أحييتني فأعني على وفائي بعهدي معك إذن الوفاء بالعهد جزاؤه جنات تجري من تحتها الأنهار إذن أخي الحبيب موضوع الصلاة مهم جدا 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 فلا تتساهل ولا تقول يعني أنا سأصلي غدا أو بعد غد أو لازلت صغيرا أو لازلت شابا والعمر أمامي طويل لا أنت من الممكن أن تموت في أي لحظة الله تبارك وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لم يقل لك بعد السنوات قال غدا يعني من المحتمل غدا أن يموت أي إنسان وبالتالي يجب أن تستعد لأول شيء سيحاسبك عنه الله سبحانه وتعالى هو الصلاة وتستعد أن هناك واد في جهنم هو الويل ووادي آخر أو مكان آخر اسمه سقر ومكان آخر اسمه الغي وربما أشياء لا نعلمها إذن لكي تخرج خارج دائرة الخطر اعتبر أن هذا الشهر مناسبة لكي تصلح علاقتك مع الله تلتزم بالصلاة وتستفيد من فوائد الصلاة العظيمة الصلاة تنظم وقتنا تجعل جسدك يتناغم مع النظام الكوني لأن أوقات الصلاة تتعلق بشروق الشمس وغروبها موعد الزوال موعد كذا فهناك نظام كوني أنت عندما تصلي في هذه الأوقات الخمسة المحددة التي فرضها الله إنما أنت تنسجم مع نظام الكون وبالتالي ستتمتع بساعة بيولوجية أفضل والساعة البيولوجية أيها الأحبة مهمة جدا اكتشف العلماء أن الساعة البيولوجية أي خلل فيها يمكن أن يؤدي لأمراض كثيرة على رأسها السرطان فالصلاة تنظم الساعة البيولوجية للإنسان مع النظام الكوني الطبيعي وبالتالي هذه الفوائد لا تحرم نفسك منها فوائد الصلاة ولكي يكون أجرك عظيما جدا وصيامك مقبولا جدا عليك أن تلتزم بالصلاة لأنه من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد وجوهنا عن النار وأن نكون بالقرب منه سبحانه وتعالى وأن نحشر مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوز وأن نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأن نلتزم بالصلاة لكي نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عننا إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق